التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد في العاصمة لموقتة عدن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمن والعسكري بالمحافظات الجنوبية وأكد رئيس الوزراء أنه رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لأن فخامة الرئيس طلب منه أن ينقل للجنة وعبرها للمتظلمين بأن قضيتهم ما زالت في صلب اهتمام الدولة وستعمل جاهدة لحلها مشددا على ضرورة استكمال اللجنة لعملها وقال أن عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية حيث أن تسوية المظالم وجبر الضرر جزءا أساسيا من تحقيق السلام والاستقرار واستمع رئيس الوزراء من رئيس اللجنة الغاضي سهل محمد حمزة إلى شرح مجز عن آلية عمل اللجنة منذ تأسيسها مؤكدا أنها عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال واستقبلت ما يزيد عن مائة ألف تظلم وتم الرفع بتوصيات بشأن خمسين ألف ملف وما زال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية وأكد الدكتور ماين عبد الملك أن معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وضائفهم منذ حرب صيف 94 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام لافتا إلى اهتمام فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية بمعالجتها وبما يحقق الإنصاف للمتضررين وقال إن الأحداث التي مرت بها اليمن منذ العام 2014 ونتيجة لانقلاب ميليشي الحوثي الانقلابية أضعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية كما أن الميليشي الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر ولولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة فخامة الرئيس قد قطعت شوطا واسعا في معالجة معظم هذه المظالم وشاد رئيس الوزراء بعمل اللجنة والآليات التي اتبعتها في دراسة الملفات ورفع التوصيات مذكرا بصدور قرارات جمهورية في العام 2013 بمعالجة وضع ما يقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية شملت عادة إلى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك وإذن صرف المستحقات وأصدار الترقيات المستحقة ووجه رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة حتى تتبكن الحكومة من عرضها على فخامة الرئيس واتخاذ قرار بشأنها وأوضح أن البنك المركزي اليمني بدأ بالفعل في صرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية وفقا لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم وكدا أن العمل جاري مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء الأستاذ أنيس با حالفة